تجربة فريدة في العالم العربي والمنطقة تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها النموذج الاتحادي الوحيد الذي ضمن النجاح والاستمرار الإمارات السبع المنضوية تحت الاتحاد وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تتمتع بسلطات محلية فيما يضمن الدستور الذي اعتمدته البلاد منذ تأسيسها في الثاني من دجمبر سنة 1971 سلطات محددة للدولة الاتحادية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي يشغل منصب رئيس الدولة منذ الثالث من نومبر سنة 2004 حين خلف والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ترأس الدولة الاتحادية منذ تأسيسها إلى حين وفاته يعد المجلس الأعلى للاتحاد أرفع سلطة دسورية وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد ويسهر على وضع السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية منذ تأسيسها رسمت دولة الإمارات لنفسها مسارا متفردا في السياسة الخارجية يقوم معين الانفتاح على دول العالم وتطبعه الحيوية والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية ويشمل التحرك الخارجي الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها الاقتصاد الإماراتي عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة مسجلا معدلات نمو قياسية حيث بلغ الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 419 مليار دولار سنة 2014 ويرجع الفضل في ذلك إلى تنويع المصادر الاقتصادية حيث أصبحت الموارد الطاقية تشكل 30% فقط من الناتج الداخلي للإمارات العربية المتحدة وإلى جانب النفط والغاز يعتمد الاقتصاد الإماراتي على موارد متعددة بينها السياحة والطيران والصناعة والتجارة والزراعة